كانوا فيها كذا مكان من قبل فشاءت الحرب أن تحول أقلامهم هذه إلى بنادق يختطون بها آجالهم وتحول سباق الأطفال على طابر الصباح إلى البحث عن من يموت أولا إذن ثمت لحظات تعلق في الذاكرة ويكون البكاء فيها على شكل ابتسامات وزفرة من التنهيد المجاعة أنقلب كل شيء وتوقفت حياة كثيرين بفعل الإنقلاب مسلحونا وبزونا تعز جلسنا نقاتل لما الجيش الوطني تقدم بعد انسحبنا ونقلونا صانعاء ومن صانعاء خلونا نقاتل في صروع جلسنا شهر علمونا الشمة والقاتل والإنبيثري هذا في رقبتك فيها زوامل تشغل الزامل تشوف يعني كأنك باته يجوم بدون شعورا مساعدات نفسية تبدلها جهود الإقاثة وتنفذها مؤسسة وثاق للتوجه المدني لأكثر من عشرين طفلا في محافظة مأرب لمدة شهر كامل تقدم فيه أنشطة ثقافية ورياضية ورحلات ترفيهية وجلسة نفسية ودمجا اجتماعيا ضمن برنامج تأهيلي للأطفال يشمل أربع محافظات كمرحلة أولى هي مأرب والجوف وتعز وعمران في محاولة لتمصي ملامح الحرب من أثاني الأطفال بتنتهي لغة المدفعية ولغة الرشاش ولغة الالي وإلى غيره ستنتهي لكن لن ينتهي الألم من صدور هؤلاء الأطفال إلا إذا عملنا كلنا كفريق واحد لإخراج هؤلاء الأطفال من الحالة النفسية التي هم عليه لا تهتم الأطراف المتصارعة بهؤلاء الأطفال وما ينتج عن مشاركتهم في الحروب ولا لظروف أسرهم في حال فقدهم ومع هذه الجهود المبدولة لتأهيل هؤلاء لا شك أن الآلاف من الأطفال بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي لعلهم ينسون ويلات الحرب من جبهات مختلفة جاءوا غير أن قصف الطيران ومشاهدة الدبابات ورؤية القتلى في المواجهات كل ذلك إلى جانب أيام الجوع والخوف والبرد تسبب في مشكلة خطيرة تحتاج إلى أناية خاصة وإعادة تأهيل طويل المدى خليل الطويل قناة بلقيس مأرب